قرار رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بخصوص فتح الباب أمام الراغبين بالتنافس على شغل المناصب الوزارية عبر البوابة الإلكترونية لم يتجاوز كونه تصريحات إعلامية بحسب قول الكثير من أعضاء البرلمان وعلى الرغم من استقبال أكثر من 36 ألف طلب غالبيتها لأساتذة جامعيين ومهندسين وأطباء بينهم مقيمون خارج العراق إلا أن الكتلة السياسية تجهزت قوائم مرشحها للوزارات وتستعد لتقديمها لعبد المهدي الأحزاب السياسية تتفاوض فيما بينها من أجل الوصول إلى مرشحين والحصول على مناصب وزارية ومن المؤكد أن الأطراف السياسية تمارس ضغوطا واسعة وكبيرة على الرئيس المكلف لتمرير بعض الشخصيات للوزارات فضلا عن استمرار الصراع الدائر بين الأحزاب وكتلها السياسية للحصول على مناصب سيادية في الحكومة المقبلة ففي الوقت الذي يستمر فيه الصراع بين كتلتي ميليشيات العصائب والفضيلة على وزارة النقل أعلنت كتلة ميليشيا بدر النيابية تمسكها بوزارة الداخلية بالإضافة إلى مطالبتها بوزارة خدمية أخرى فيما أصرت الكتل السنية على تسنم وزارة الدفاع وفي ظل الضغوط التي يتعرض لها عبد المهدي لا يبدو أنه سيحقق نظرية البوابة الإلكترونية للترشح لسيما مع تصريحات عضو كتلة ميليشيا بدر حامد عباس عن العمل السري لحزبه وباقي الأحزاب بشأن تقسيم الوزارات حيث أكد أن الحقائب الوزارية ستوزع على أساس النقاط لكل كتلة وفق ثقلها وعدد مقاعدها في البرلمان ومع تمسك الأحزاب بخيار المحاصصة والحصص الحزبية والطائفية عبر ما يسمونه الاستحقاق الانتخابي يؤكد المراقبون أن عبد المهدي سيختار من بين الأسماء التي تشترطها تلك الأحزاب لتأتي بحكومة ضعيفة قد تنهار بعد أشهر من تشكيلها لأسباب كثيرة الأمر الذي قد يقود إلى كارثة سياسية تنتهي باستقالة عبد المهدي الذي عرف بكثرة استقالاته حين يشتد عليه الضغط من قبل الكتل